ضيفنا إذن سيناجم الدين نوار مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملك الدولة وشؤون العقرية سيناجم الدين وين أكثر أملاك الدولة موجودة في بلادنا في تونس؟ في أي مناطق أكثر من غيرها؟ والله تقريبا موزع على كل المناطق إذن ما عنديش يعني نبذيش أقولك وين بالضبط لكن كل المناطق تحتوي على أملاك الدولة يعني مفرقة موزع على جميع المناطق بالبيد التونسي صحيح بالنسبة متفاوية بين بعض الولايات لكن منعشوا أنه تقريبا في كل الولايات هناك ملك دولة أي بعد 2011 وقع استرجاع برشا عقراته كانت مملوكة مثلا للتجمع مثلا كانت تحت تصرف التجمع طبعا في 2011 بعد ما تم حل حزب التجمع هناك لجنة كلفت بتصفية هذه الأملاك يعني هناك عيد الأملاك على ملك حزب التجمع المنحل وفيها حتى شهيد ملكية باسم حزب التجمع إذن تمت تصفيتها بمعنى أنه العمل اللجنة هذه قامت بتصفية الديون هناك عديد الديون اللي كانت متحملها حزب التجمع تم تصفيته الديون وما زاد عن هذه الديون هو يرجع للدولة محصول التصفية الباقي بعد تصفية الديون يرجع للدولة واللجنة التصفية تقوم بسفة مسترسلة بإحالة عيد العقارات للدولة الدولة الملك الخاص ليتم توظيفها والتصرف فيها كملك دولة خاص نعم الأملاك اللي كانت تحت صرف الرؤساء مثلا بورقيبة وبن علي وكذا كما قصر سقانس مثلا أو قصر الحكومة في قرطاج وكذا هذلكم منتعة الدولة بالحق منتعة الدولة وفهمة في بطبيعة سما اللي تم استرجاعهم في إطارة وتم إعادة توظيفهم لكن هذوم يقعدوا باسم الدولة باعتبار الرمزية بتاع الأملاكة هذه وبطبيعة الأهمية وعندها يعني رمز السيادة بالنسبة للدولة التونسية صحيح ملعب رادس تابع للدولة ولا تابع وزارة شبابه الرياضة وزارة شبابه الرياضة هي الدولة يعني يعني فرق بالنسبة للوزارات ما عندهش نقوله نحن الشخصية المعنوية المستقلة كلها تماثل الدولة هو على ملك الدولة يفترض على ملك الدولة بتبعها تم إعداده وابنائه يعني مش تابع البلدية لا مش تابع البلدية المباقين الملكية بتبعها صارت عملية توظيف لملك الدولة يعني فما ملاعب بلدية تابع البلدية لا بد من التمييز بين الأشخاص الدولة هي شخصية معنوية مستقلة عن البلدية البلدية تملك أملاك كالدولة إذن هناك عقارات مملوكة من الدولة التونسية ولكن هناك عقارات مملوكة كذلك من البلديات ومن المؤسسات والمنشآت العومية كل يعني طرف له شخصية مستقلة وله أن يملك العقارات صحيح كيفش تعملوا التسويق؟ تعملوا بتات؟ أي طبعا هو التسويق يعتبر وجه من وجه التصرف في ملك الدولة مش تبدأ أمور شفافة وقانونية طبعا نحن القاعدة الرئيسية نعتمدوها هي قاعدة المزايد إذن تصير بت عوميا نقوله لتسويق العقار الدولي بعد ضبط قيمته الافتتاحية هناك من يتقدم وجه للمزايدة بناء على كراس شروط يضبط شروط التعاقد شروط وأجراء التعاقد إذن هناك ما يسمى بالمزايدة العامية اللي هي الطريقة الأكثر تضمن الشفافية والمساواة بين المتنفسين على ملك الدولة اللي يحبوا بيعي يساوغوا أملاك الدولة نعم وطبعا ثم عقارات التي تعطى امتيازا سمحني يعطيك الصحة ما يمنع شوى أنه في بعض الحالات إذن الاستثنائية هذا المبدأ اللي قدمته لسياتك اللي هو مبدأ المزايد العلني ولكن في بعض الحالات نجمو نساوغو بطريقة المراكنة في إطار يعني منح بعض الامتيازات أو في إطار يعني ضب بعض الأولويات لبعض الجهات اللي يمكن تستفيد من ملك الدولة مثلا نذكر هنا ولو خارج التسويق بالنسبة للبيوعات العقارية إذن مثلا وقت نبيعه للبلدية ولا مؤسسة عمية لا يمكن مجابتها بقاية المزايد العلني وأن ما نفوت لها في العقار مراكنة باعتبارها سوف تقوم بإنجاز مشروع عمومي ومش معقول ندخلها في بات عمية وإنما هذه بالنسبة للتعامل التفاضي والجماعات المحلية من بلديات ومجال الجهوية ومؤسسة عمية تمنح العقارات بالمراكنة ولا يمكن مجابتها بقاية المزايد العلني نعم في الاسبوع الماضي سيد الرئيس استقبل وزير أملك الدولة وطالبه بمضاعفة الجهود يعني شنو معناها مضاعفة الجهود مضاعفة الجهود تقتضي أنه يكون أكثر جهد في حماية ملك الدولة أكثر جهد في حسن توظيفه في حسن توظيفه خاصة بما يتلائم مع الأولويات الوطنية في مستوى التنمية الاقتصادية في مستوى التنمية المحلية والجهوية هذا المهم وأنه يتم حسن توظيف هذا الملك لأغراض النفع العام لأغراض التنمية لأغراض تحقيق التنمية الاقتصادية بجميع أوجهها هل واضح سيناجم الدين من خلال هذا الكلام أنه في السابق فما نوع مشتراخي وإنما فما أو ما نقول شهمة لبرش عقرات لأن العملية ثقيلة معناها هي والله كما قلت سيارتك سيارة حبيب العبء ثقيل تبيعتها والوزارة تحاول بإمكانياتها ما وضع عليها من أمكانيات بشرية ومدية في المستوى المركزي في المستوى الجهوية وأنه يتم يعني ضبط هذا الرسيد وأنه يتم حمايته وأنه يتم حسن توظيفه ولكن دي ما تقعد النتائج ما نحقوش النتائج كاملة على مستوى الحماية أو توظيف لكن هناك مجهود يبذل على مستوى الوزارة على مستوى رد الاعتدالات كما كنت تتحكي تواعي الاسترجاع منذ 2011 هناك عيد للعقات الدولية التي انتهكت من قبل الخواص وخاصة العقات الفلاحية ولكن هناك جهد كبير في مستوى الاسترجاع جهد تتضافر فيه الجهود الإدارة المركزية وكذلك هنا تحية للإدارة الجهوية لأنه من جمشنا نقوم بعمية الاسترجاع دون ما يكون هناك تضافر للجهود على مستوى المحلي على مستوى الولاية على مستوى الصلاة الأمنية كذلك لتنفيذ قاعة الاسترجاع أو ما يسمى بقاعة الإخلاء إذن هناك جهد متضافر بين المركزي وهذا الجهد يتكامل مع ما تقوم به كذلك الإدارة الجهوية ممثلة في الولاية وفي البلدية أو غيرها من الصلاة المحلية في رد الاعتداد وفي الاسترجاع ولكن بعد الاسترجاع المهم هو إعادة توظيف هذه العقارات وإدخالها في الدورة الاقتصادية حتى لا تكون عرضة مجددا للاعتداد نجمدين أهم الأملاك من الدولة تتمثل في الهكترات من الأراضي الفلاحية ثم بعض أراضي أو من نجمش نقدر أنا مش اختصاصي نشوفها ما فيها حد شيء لا زراعة أو لا حد شيء صحيحة والدولة هي تملك ألف الهكترات من الأراضي الفلاحية هناك عمل في مستوى التوظيف هناك بعض العقارات التي نحن نتشارك معها في معاوزات الفلاحة في توظيفها على غرار ما يسمى بالعقارات الفلاحية المهيكلة اللي هي مدرجة في برنامج إعادة هيكات الأراضي الدولية الفلاحية وهذه توظف إما لفائدة الشركات الإحياء والتنمية الفلاحية لفائدة فلاحين الشبان لفائدة الفنين الفلاحيين إذن هناك عمل على مستوى التوظيف حتى لا يبقى هذا الرسيد هامل لكن ما يمنعش وأنه عديد العقارات اللي هي ما زالت تحتاش إلى توظيف ولابد من إدراجها في برنامج توظيف الأراضي الفلاحية نعم طرف الموسليني الإيطالي معروف في التاريخ والحروب جاء لتونس وسكن في عقار موجود إلى حد الآن لما تخرج من تونس على طريق السيارة بلتي جاسوسة لتي صار تشوف البنية متروكة معاش إلى متى هذيك علش جمعية وزار الثقافة والحفاظ على التراث أحنا إذا ثبتوا أنه هذي ملك دولة ولونه مستبعد ويكون هكا ملك دولة هكا بالتريقة هذية إذن لابد من قيام ببحث عقار يكون نحنا وانثبتوا الملكية متى عشكون لابد من تثبيت الملكية وحتى لا يتم يعني تطلعش متى الورثة نحنا ثم إمكانية أنه إذا يرجع عقار للدولة لما لا بأي وجه من الوجوه ولكن الفايدة يعاد يوظف بحكم الموقع لكن نحنا في مستوى وزارة الملك الدولة نتلقى طلبة التوظيف نحن نحن نسعى وأنه بجينا طلبة التوظيف من الوزارات وزارة الشؤون الثقافية أو غيرها من الوزارات اللي هي تحتيش إلى عقارات لإقامة مشاريع معينة نستجيبه لهذه الطلبات بتبع بعض دراستها حسب ما تمليه القوانين القوانين والترتيب الجري بالعمل في مستوى وزارة الملك الدولة والشؤون العقارية صحيح سيد ناجم الدين معناها باستمرار قاعدين تخدموا باش تكريوا الأراضي لبعض من يريد الكراة واستثمارها واستغلالها طبعا بالنسبة للفلاحة كما قلت للسيادة هناك بالنسبة للعقار الفلاحي إذن هناك برنامج كامل للتوظيف بالنسبة للعقار المهيكلة وحتى غير المهيكل ما يعرف بالقطاع الصغرى أو المشتة غير المهيكلة كذلك هناك برنامج لتوظيفها عن طريق الكراة في إطار بالمزل العلني أو كذلك نسوي بعض الوضعيات الحوز القديم لهذه الأراضي الفلاحية هناك أراضي الفلاحية من هناك من حازها عن حسنية وفما بالاحتيال وفما محتلين فما الوضعيات الاحتلالي نحن نتصدهولها بما يسمى بقاعة الإخلاء إذن هناك فما الوضعيات ما يسمى بوضعيات الحسنية بوضعيات التصرف القديم ليكون تصرف في ملك دولة ويستغل فيه هناك عمل لتسويت هذه الوضعيات قدر الإمكان لكن هناك من يتصرف بوجه قانوني هناك التصرفات بوجه قانوني هناك عامات إسناد قديمة قامت بها الدولة لمواطنين لاستغلال أراضي دولية الفلاحية ولكن لم تسوى بحكم قاون 95 منع التفويت في الأراضي الفلاحية ولكن فتح مجال استثناء لهذه الوضعيات لتسوى إذن من له إسناد أراضي فلاحية قديم وعنده شات إسناد نقول نحن عنده شات إسناد في أراضي دولية الفلاحية له أن يتقدم بيه لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقرية بمطلف التسوية وذي مهم نذكر به هنا وماذا بينا نفعله البرامج هذه اللي على مستوى الوزارة عن نزوز برامج الفلاحي والعمراني برنامج تسوية الأراضي المستغلين بصفة قانونية لعقادة دولية الفلاحية نواجه من هنا حتى كلمة إلى كل الناس اللي تصرف الأراضي هذه يعني لهم أن يتقدموا بمطالب في التسوية وليوزارة أملاك الدولة والشؤون العقرية مهم لأن الأراضي هذه الفلاحية هي حاليا في تصرف أصحابها ولكن على مستوى القانوني ما عندهم شهيد ملكية ما عندهم إمكانية التصرف في المستقبل شبيع أو يرهن أو يخو قرض مؤسسة بنكية أو كذا مهم جدا وأنه تصفى الوضعية هذه وتتسوى وأنه يكون كل مواطن تحصل في فترة ما على أرض دولية فلاحية بموجب الإسناد له أن يتقدم بمطلب في التسوية حتى يتحصل على شهادة الملكية التي تضمنه التصرف القانوني السليم في العقار الذي يتصرف فيه وهذا نقوله بالنسبة للسكني لأنه كذلك عندنا برنامج لتسوية وضعية التجمعات السكنية تجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاصة بفترة ما يعني البلديات النجال الجهوية غيرها الدولة كذلك تم التصرف في عيد الأراضي وبنيت فوقها تجمعات سكنية يعني أنه تقريبا ما سرين عطيني مثال عنا عيد تجمعات سكنية تقريبا في كل الولايات تجمعات سكنية معروفة في كل الولايات التي هي مقامة على ملك الدولة الخاص والتي هي تقضي تسوي لأنه ساعد في بعض الحالات حتى على مستوى الربط بالشباكات العمومية أو أنه يطلب رخصة ليعمل طاق ثاني أو كذا يلقى روحه في مشكل باعتبار ما عندوش شهات الملكية عندوش رخصة عندوش رخصة أصلا ما عندوش شهات الملكية يلقى روحه في مأسق ومشكل ولا بد من التسوية ونذكر هنا بالأمر 504 لسنة 2018 اللي هو تقريبا ينص على أثمان أسعار زهيدة جدا للتسوية اللي هي بين خمسة دينارات المتر مربع الواحد وعشرين دينار إذن يكفي ونتقدم مطلب للتسوية للوزارة حتى تتحصل على الشهات الملكية بتبيعها بالنسبة لعقات المسجلة وراه نذكروا أنه الثمن لا يفوت عشرين دينار المتر مربع الواحد في كل الحالات سيد نجم الدين ثم شروط توضعوها انتوما كوزارة باش أي مواطن يتقدم بتبيعها بالنسبة التوظيف ملك الدولة هو يتم بشروط بشروط خاصة بالنسبة لإنجاز المشاريع لابد من أنه نظمه وأنه المشروع ينجز إذن نضع أجال إذن على مستوى الرزارة العقود اللي يقوموا بها مع المستثمرين وعلى مع الخواس خاصة هو ما يتقدم ويطرح ويقدم ملف اللي باش ينجز ينجز مشروع بتبيعها هنان حش نظمنه وأنه ما فهمش يكري وبعد عنده برنامج مبيتة قد يكون لك دي ما نحن نظر للدولة تاخد احتياطاتها في مستوى العقود إذا من وأنه المشروع يتم إنجازه وهنا حنضمنه ما يستمد بوشوت إسقاط الحق إذا قمنا بالمعاينة بعد الأجل وقنا وأنه المستثمر أو اللي ينتفع بالأرض لم ينجز المشروع يكون عرضة لإجاءة إسقاط الحق والإسترجاع إذن لابد أن يكون هناك لأنه التوظيف هو توظيف لغاية معينة ليس توظيف من إجاء التوظيف وإنه توظيف لتحقيق مشروع لإنجاز فائدة ترجع على العام والخاص سيني نجم الدين أقصى مدة للكيرة قد يش والله يفرق بالنسبة للمحلات السكنية والتجارية مثلا اللي تملكها الدولة لو كما قدمت لسياتك الدولة تملك محلات تجارية محلات معدل الحراف في الإدارة ديما نحطه عامه قابل التجديد إذن ديما بالنسبة للعام اللي يكرينه محل ويحب يشريه هو في الوضع الحالي التفويت غير ملكه بالنسبة للناس اللي تشغل بموجب التسويق بالنسبة للمحلات السكنية أو التجارية إذن نحن على مستوى رزارة هناك عمل قاعدين قوموا به لضبط هذه الوضعيات الناس اللي شاغنين عقارات دولية عمرانية محلات سكنة أو غيرها بواجهة التسويق هناك عمل لمحاولة ملأمة التشريع والترتيب الحالية حتى يمكن استيعاب هذه الوضعيات في إطار عملية التفويت نفوته في المحلات هذه ولكن لابد من مراجعة الترتيب لجري بالعمل حتى تستجيب هذه الوضعيات إذن المدة تكريوه على خمس سنوات على عشرين سنوات والله يتفرق المدة كما قلت لسياتك بالنسبة لغير الفلاحي محل سكني محل تجاري نسوقوها في إطار بتة عمومية وكذا المبدأ هو يكون لمدة سنة دائما قابلة للتجديد صحيح قابلة للتجديد وتجدد سنوية بالنسبة للفلاحي أقصى مدة هي أربعين سنة في إطار التمديد مثل شركة الأحياء شركة الأحياء وتنمية الفلاحية مبدئيا المدة الكراهية خمسة وعشرين سنة وقابلة التمديد لخمسة وعشرين سنة إضافية يعني تشتغل تقريبا أربعين سنة مدة كراه بالنسبة للفلاحي في مستوى شركات الأحياء وتنمية الفلاحية فما رجل أعمال مش لازم نسميه عنده فضاءات تجارية وعنده معناه عقارات وكذا بناء فضاء تجاري وكريه البلدية يعني يشتغل فيه هو ويقوله من عرش أنت تصلح لي أنه بعد كم سنة يصبح ملك البلدية أو الدولة موجود هذا لا إذا هو في إطار يعني يعطيه ترخيص ولا يميز من عرش أنا هو الأصل ملكه هو يعني ملك العقار ملكه هو ملكه العقار هو الأصل مش ملكه هو هو إخذاه بناه يعني هو يعني سوق عادية شعبية ولا فضاء تجاري مضخم عاد لابد من البحث في كيفية تسيغة وضع الأرض الأرض ملكه شكون في الأصل لابد أن ثبته الملك شكون والسيغة التي تم ووضحها لذمته كان ملك بلدي على وعسى يكون في إطار شراكة مع البلدية وكذا يتفقد شراكة على أساس هو ينجز المشروع وبعدين البلدية بعد فترة ما يستفيد منه وتسترجع البلدية إذا بدأ بدأ أنه انثبته في حاشدين في الملكية الأصلية من يملك العقار والسيغة موضوع الاتفاق بين الترفيين صحيح نعم سينجم الدين تعرف تحد كتاب التونسيين ونظمة ثقافية عريقة في ملادنا ترأسوها معناها مثقفين كبار أساسها معناها محمد مزالي كان فيه الميداني بن صالح لعروس المطل برشا كتاب كبار ومن أعضاء ومصفة الفرسي تعرف ما يملكوش مقر توا لاجئين في معهد الموسيقى في شرع باريس على هاتيوهم ونسكنوا والله نحن كمستوى الوزارة منفتحين على كل الطلبات في إطار القانون في إطار مسبح به الترتيب جريب العمل منفتحين بالنسبة للجمعيات في فترة ما حتى خصصنا اليوزات الإشراف فترة ما نخص نحن نتمدل سيغة التخصيص ليس سيغة التفويت العقاء يبقى على ملك الدولة ولكن يخصص اليوزات الإشراف حتى يتم وضع على الجمعية أو الاتحاد المعني إذن لينشط فيه إذن هذا هو يعني مش معقول منظمة ثقافية عريقة كما اتحاد الكتاب التونسيين ما عندهمش دار يملكوها هذا يناح دي ما نحن في انتظار المبادرات من صوت الإشراف يعني كل مبادرة من صوت الإشراف القطاعي وزارة الشؤون الثقافية في الحالة هذه أو غيرها من وزارات تطلب نحاول نستجيبه للطلبة هذه في إطار ما يعرف بسيغة التخصيص نعم شكرا لك سيد نجمدين برك الله وفيك شكرا سلحيب على الاستضافة برك الله وفيك شكرا عندك شباب نورنا تزيد حاجة ربما ما خطرتش في بالي والله تقريبا هذا هو المحور حاولنا محور للتسويغ نعطيه ما يستحق من تقديم حتى نبسط المفاهيم ونأكد وأنه على مستوى الإزارة إذن هناك عمل حثيث كما قلت لك إذن هذا هو عمل حثيث في مستوى حماية أملاك الدولة في مستوى حسن توظيفها في مستوى استدامتها للأجيال القادمة صحيح وأنه العمل هذي بالإمكانيات الموجودة يبقى ما زال يحتاج إلى دعم وإن شاء الله ننأمنه في المستقبل من خلال البرامج التي تضحها الوزارة وأنه نحق نتائج مأمولة إن شاء الله إن شاء الله شكرا سيد نجم الدين نوار مدير عام الشؤون القانونية بوزارة ملك الدولة وشؤون العقرية شكرا يومك سعيد يومك سعيد بشتبني وتقدم وقبل ما العجلة تدور لازمك تعرف روحك أنت فيه تقدم